فلما أخبر أبو سفيان مرلك الروم قال من جملة كلامه هذا لا يقوله إلا نبي وإن كان كما قلت ليظهرنا عليكم يعني بينتصر عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم متابعين في كل مكان أنا حمد الوسمي وأنتم تتابعون برنامج ترويحة من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست حلقتنا اليوم عن الصدق قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة فما هو الصدق وكيف يكون الإنسان صادق فلا يتحدث إلا بصدق ولا يفعل شيء إلا وضع مستاقية نصب عينه الصدق يكون بالقول ويكون بالعمل والواجب على كل مؤمن ومؤمنة الصدق في القول وفي العمل فالصدق في القول أن يقول الحقيقة المطابقة للواقع والصدق في العمل أن ينصح فيه وأن يؤديه كما شرع الله من غير رياء ولا سمعة ولا كسل ولا ضعف بل يصدق في العمل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن العذر فصدقوا فأنجاهم الله بصدقهم وتاب عليهم وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أي لو عملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فالصادقون والصادقات ممن أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم وقال تعالى في آخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم يعني الصادقين في قولهم عملهم ينفعهم صدقهم يوم القيامة فيدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار في الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وأياكم والكذب إيا هذه أداة تحذير وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار يعني يقول لهذا الكذب يقود إلى الفجور بالقول والعمل والفجور يقود إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فالكذب يجر إلى الكذب والصدق يجر إلى الصدق فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق في قوله وعمله حتى يكون سجية له وطبيعة له وأن يحذر الكذب غاية الحذر حتى يكون بعيدا عن طبيعته وسجيته وفي حديث أبي سفيان بن حرب في قصته لما سأله قيصر ملك الروم وكان في تجارة في الشام في الهدنة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان في وفد من قريش للتجارة فطلبهم هرقل وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أقربكم لهذا الرجل الذي يدعى النبوة قال أبو سفيان فتقدم وجعله أمامهم وجعلهم خلفه تخيلوا معي أبو سفيان كان من أشد الناس عداوة للرسول عليه الصلاة والسلام في بداية البعثة فاسأل هرقل عن بعض الأمور إلين وصل إلى بماذا يأمركم يقول أبو سفيان يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم يعني اعبدوا الله وحده وتركوا الشرك الذي عليه آباؤكم يأمرنا بالصلاة وصلة الرحم والصدق والعفاف عن الفواحش من جملة المسائل لكن هذه أهمها وسألهم عن نسبة وعن مكانة فيهم وفي جواب لبي سفيان قال عن هذه الحادثة لو لا أني خشيت أن يؤثروا عني الكذب لكذبت خاف من جماعته الذين معا أن ينقلوا عنه أنه كذب يعني ما استطاع أن يكذب خاف أن ينقلوا عنها الكذب الشاهد في قولنا هذا أنه كان أبو سفيان يعني من أشد الناس عداول الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صادق في حديثه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصلاة والصلاة والعفاف والصدق فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوحيد والإيمان وصلة الرحم وبر الولدين والعفاف عن المحارم يأمرهم بالصدق في أقوالهم وأعمالهم فلما أخبر أبو سفيان مارلي كروم قال من جملة كلامه هذا لا يقوله إلا نبي وإن كان كما قلت ليظهرنا عليكم يعني بينتصر عليكم ولو قدرت لاجتمعت به وغسلت عن قدمه المقصود أن ملك الروم لما سمع هذه الأوصاف شهد بنبوة صلى الله عليه وسلم مقال إنه نبي وإن هذه الأشياء التي نقلتها مما يقوله الأنبياء فمن ذلك مقاله عنه أنه يأمرهم بالصدق يعني في القول والعمل فنسأل الله أن يجعلنا صادقين بالقول والعمل وعلى نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى هنا انتهت ترويحة هذا اليوم تدرونك حلقاتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته